السلام عليكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وفيديو نهار اليوم يديكم كامل هنين ومتهنين ربي ديمها ضحكة وفرحة على جميع الممنين يا ربي العالمين هذا النهار بالنسبة لنا يبان نهار تعيد نهار فرحة كامل فرحانين نسناه في الغالي خويا العزيز ان شاء الله اليوم سيأتي طريق السلام ربي اللي حقوا ان شاء الله على خير وعافية يا ربي العزيز اشترنا فطور الصباح وتقسمنا المهام لخدمة الدار كل واحدة وشرح الدين هنا الولاد مالفرحة هبطوا يجريوا عند الباب وهم يسناوا في خالة ما يحبوش خلاص يطلعون وانا جاءت على قلبي وعلى خاطرها كبش نخدموها لازم ما نبقاش الحاجة نخدموها وهم يعودوا يردوها اكثر من ما كانت قلت لكم تفارقنا كل واحدة واش رح يديني انا هنا في الكوزينة بديت نخمل الحالة ونفطرنا وننظفت باش ندير المحجوبة اللي راهو متشاهيها وقلت نوجدها معلة بكري باش يلقاها واجدة ورح نشارك معاكم اكيد طريقتي في تحضير المحجوبة سنقول لكم المجحوبة المحجوبة اللي تختلف تحضيرها ومكوناتها من منطقة الاخرى ومن اخت الاخرى المهم هنا سنقوم بقليل الحوايج كما شدوه والحرى اكيد هي رح تغسل مماعا انا ويهم عديان عديان مستحيل نتحبوا جامي جامي رح نتحب انا ويهم وبالنسبة للعفصيل رأيكم في بالي قبل من نحط الفيديو كنت متأكدب لي رح يكونوا اخواتي يحبوا يشوفوا الحوايج الي كنت حابة نشوفهم قبل ما نشريه والاستعمالات وكل شيء راني ذرت لكم فيديو مفصل على طريقة الاستعمال التحوشي هي الحاجة التي يجب أن نفعلها قبل أن نستعملها المهم بالزف حوائج في فيديو مفصل نشاركه معكم في هذه الأيام إن شاء الله وهنا هي مريمة مع الدار سوف يتنظف فيها تعرفوا بالدار وين يكون فيها ولا تصغير وين خدمتها لم تخلص أربيعين كلهم وكما يقولون كما قالوا ناس زمان لا يكبر رأس حتى يبرس ذلك سوف نذهب إلى العجينة كما نرى هنا سوف نفعل ثلاث كيلة ثلاث كيلة هذا لا يهمه بالكاس بالطاس بالبول بالشربة حتى يريدون الدماء أنا قلت ثلاث كيلات تع سميد وقلت لها قولوا ربع كيلات على الفارينة لأنه النوعية تع السميد هذه ما تعجبني ما عجبتني بزاف وما تعجبني مرات يأتي مليحة مرات مليحة بدون ذكر الأسماء البنات لا نشرح نذكر لكم اسمها هنا ولا في التعاليق الناس خليها تسترزق المهم نحب نزيد لها الملح نزيد لها الفارينة حتى تعاون ونبقى نعجن فيها بالماء بشوية نضيف لها الماء بشوي 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 ونعجن بلما نقطع العجينة الخطر هذه محجوبة وشخشوخة كما المطلوع المطلوع نحب نقطعه بشي يجي مليحة أما المحجوبة لما كانت تقطع وانت تعجني فيها كي تعود نتحلي فيها ستعود تقطع لك كي تعجنتها مليح تعبت معها قلتكم نوعية عسمية شوية تعبت معها وهكك وما قنعتنيش المهم نلوزتها كما راكم تشوفوا اضعت الزيت في الوجه وغطيتها بالبلاستيك لكي لا تقشلف يعني لا تدلناش هذه الطابقة اللي يابست على جينة ونوجد الحشوة الحشوة وش نوجد فيها نحكم بصلة البصلة على حسب الكمية انا دائما نذهب للخضر نبدأ بالخضرة اللي نشوفها ستبدأ تذبالة ستبدأ تفزد والخضرة جديدة نخليها يعني ديما نسبق في هذا النوع الخضرة اصلا يذهبوا نشري وساعة لساعة يضعون حبيبات هكذا قدموا رابيتها ما كانت شربوا اضعته لداري وخليته عندي وضربوا الناحة سوف نضع لكم زعمة به حكمت رابيت البصلة رابيت الثوم وخلطت رابيت الطماطم انا مرفع ندير البصلة والطماطم يعني البصلة تكون رفيعة ليس كما في العرب هذه اللي تعودت نحية الطماطم وخليت غير البصلة والثوم قليتهم حتى نذباله شوية وبعد زيت لهم الملح وراس الحانوت والزيت هذا ما كان قليتهم ملح حتى نذباله بعد زيت لها مغرفة طماطم مصبرة ونزيد لها الطماطم طماطم الحب طماطم الحب تكون حلوة اللهم بارك كي تكون حامضة زيدي لها شوية سكر لكي نحيلها هذه الحموضة نتحصل على هذا الحشوة اللي لا يجب أن تكون ماء لا يكون فيها الماء لكي لا تقطع لي ورقة المهجوبة نحلوها ونخليوها تبرد الوقت اللي لفاق ستبرد والعجينة ستريح نحن يا كنو صلخو الحمد لله لا سلامتو الولاد راهم ميتين بالفرحة وشو نقولكم راهم الارضة مهزتهمش ما يحبوش يطلعونا خلاص هاكم تشوفوهنا راهم يحظنوا يبوسوا يعاودوا ونخلوناش خلاص ربي يحفظهولهم وربي يحفظهولنا ان شاء الله وربي يرسقوا بشي ليراههم مت منيه قلبه ان شاء الله ربي يهنيه في حياته ويوفقوا في جميع مجالات الحياة التي يراه وحبه يتوفق فيهم المهمة تشوفوهنا راهم دائرين حالة قلت فرموه كان غير كل يوم يقول خالكم بليران يجاي حتى تتكلموا وتخليونا نخدموا آلاس سبحان الله مغير الأحوال هذا النهار ما حسناش بهم خلاص المهمة تشوفوهنا راهم دائرين حالة الوقت هذا كانت العجينة تعيره هي خمرة الأخه هنا يراني مع المطلوع مع الخميرة والفت المهم هنا العجينة ريح تمليح لفخ ستعيب برده تماما يعني كما قلت لكم الحشوة لا يجب أن يكون فيها الماء و لا يجب أن تكون سخونة لا تفزدنا العجينة وتتقطع وتذهب المحجوبة في ذلك الشيء كما قلت هنا سوف نعاونه بالزيت لا نكثر لها الزيت لا تأتي ميضة قسما نشمخ قليلا يدي و قليلا البلاصة التي سوف نحل فيها كي تساعدني في الحل لأن هذا لم يكن لا أستطيع أن نغرس الحبة أو اللوزة التي تأتينا في وسط الزيت أو نهز بيدي و نسيح في هذا المكان يعني هكاك ستأتي خشوخ الدعاء أو المحجوبة أو المسمنات يأتي و يقطروا بالزيت وهكاك سيضروا بزاف يعني يضروا في المعدة بزاف المهم كما اشتونا هنا سوف نديرهم مسمنات نحن يعدنا في أسرنا لا نديروا المحجوبة مربعات هكا أو مسمنات نديرهم كما نقولون برنوس يعني نحلوا ورقة دائرة دائرية الشكل و نديروا عليها الحشوة و نزيدوا دائرة واحدة أخرى كما نشغل نديروا البرنوس للشخشوخة بصحة أنا من كدبش عليكم أنا لست موفقة من توفقش فيها كل الطريقة بزاف و أعمل بهذا الشروحي قدرتهم مسمنات و ضربت الناح هنا رأيكم تشوفوا المحجوبة راهي الطيب و جماعة راهي تاكل محجوبة راهي الطيب و جماعة راهي تاكل و أنا من كدبش عليكم نهارلة و شبعت و دوري يأتي أنا كين طيب نشبع يعني دوري يأتي كين طيب نشبع هذا الخطراء طيب طيب حتى نجعت حتى ندعبت و جعت و بعد التعبة و الجوعة هذه كامل راجلي و أخي قالوا لي هلكتينال يستمتعنا يعني كلا و بردوا قلوبهم قالوا هلكتينال يستمتعنا بالحار يا الله سيدين مهم صحتكم المهم و راه هذا المحجوبة كما تشتوها رب يدومها نعمة ان شاء الله و يحفظها من الزوال كنت قدرت أخي تيزان تعرفوا بليورا المحجوبة و راه هذا الطريق الشاقة يجب أن تهدي و تهدي قليلا و تهدي قليلا و هذا هو فيديونا اليوم ان شاء الله سيكون أعجبكم ما بقى لغين نقولكم اتهى الله في رواحكم و نتلاقاهم في فيديوهات قادمة ان شاء الله و نقولكم حظ موفق لجميع في أمان الله تهدي شعر قليلا تهدي شعر ترجمة نانسي قنقر